جدا وسريعة جدا طيب النائب النائب ما فيه مشكلة في الفترة القادمة لانا عندي بعض الأخبار اللي فيه المهندس هنا بريدة الكابتن أحمد شبير لأنه طبعا إحنا عارفين الكابتن أحمد شبير يعني حتى لما نقول كابتن أحمد شبير نائب دي مش جديدة عليه لأنه هو كان نائب قبل كده ماشي بس هو طب ليه ما تعملش نائب قبل كده يعني معنى كده اللي كانوا موجودين ما ينفعش لا لا مش دي قصة إن الفترة اللي هيعودها لكابتن أحمد شبير فترة قصيرة جدا فتقديرا لوجوده في الفترة دي بيبقى هو نائب المجلس لا هو أنا يعني أنا ما عنديش حاجة ضد كابتن شبير لكن الكلام اللي انت بتقوله ما هواش كلام يعني ممكن انت راجل مثقف وانا راجل مثقف ما ينفعش لو انطرح الكلام اللي أنا بقولك عليه ده وانت أيوة هسأل السؤال ده هسأل السؤال اللي أنا سألتولك دلوقتي ليه ما كانش فيه نائب قبل كده هل ما كانش فيه شخصيات تنفعته بقى نائب لا كان فيه ظروف ما كان فيه لا ما فيه ظروف لا 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 كابتن حازم الهواري ما ماشي حازم الهواري انتهت ظروفه وكان جاس عالم وكان فيه دوشة انتهت ده بالعكس ده احنا وصننا لكاس العالم وكانت الأمور مستقرة وانا استطيع ان احنا نجيبناه وانت كنت عايز تبقى نائب والدكتور كرم كان عايز تبقى نائب وسيف زهر يقولها ترشح ودكتور كرم يقولها ترشح والمجلس يختار انت فاهم يعني يعني انا عايز اقول ايه ان معنى كده يعني انا ما كنت شنفع نائب انا عندي خبرات في اتحاد الكرة كبيرة جدا دورتين كلكو تنفع على فكرة دكتور كرم كوردي شخصية لكن لكن انا شايف ان الكابتن شبيل لو حتى هو الفترة دي لأ موضوع انت بتكلم دي على وعود ومش وعود انا ما شفتش الكلام ده ومعرفوش انا اعرف اللي قدامي على الترابيز انا اعرف اللي قدامي على الترابيز معرفش الوعود اللي شعود انت قلت بالتصويت لا انت بتقول لي انا في وعد انه ييجي يبقى نائب كلام يعني او حاجات كده يعني كلام ده انا ما اعرفوش انا اعرف اللي على الترابيز اعرف اللي على الترابيز ايه اللي خلانا ما عملناش نائب الفترة اللي فاتت عدم قانونية انه ما يبقى عندنا نائب طب ما هو يبقى عدم قانونية اللي فات يعني خد بالك في حاجات كتيرة جدا ممكن تتقال عدي دي خش على بعدها خش على بعدها